الناس يأتي إلى المسجد فيرد أن الإمام في السجدة الأخيرة فماذا يفعل الغالب ماذا يفعل يظل واقف هذا ما يعرف عند السلف هذا ما يعرف عند السلف أيها الكرم الفضلاء ما يعرف هذا عند السلف كما قال أهل العلم وقال شغن المختار إنما هذا شيء فعله المتأخرون قال عليه الصلاة والسلام إذا أتيت إلى الصلاة فأتم بإمامك على أي حال كانت على أي حال كانت إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر وإذا قرى فأنصتوا الحديث أما هذا الوقوف أيها الكرام الفضلاء فهذا ليس له من أصل ومهما بلغ ومهما صليت من جماعات بعد الجماعة الأولى لا تعدل الجماعة الأولى لا تعدل الجماعة الأولى وسئل ابن المبارك هذا وجه الدلالة أذا كان في السجدة الأخيرة أيدخل معه قال نعم أيكون فيها دعاء قلنا نعم قال لعلها الرحمة والمغفرة لعلها الرحمة والمغفرة وما يدريك لعلها الرحمة والمغفرة هذا الذي كان عليه الصحابة ما عرف عنهم أبدا أنهم كانوا يجدون النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون في سجود أو في كذا ويتأخرون عنهم وجاء ذلك في حالة واحدة لكن هؤلاء أصلا ما دخلوا في الصلاة ولا صلوا بعدها صلاة فلا وجه للاستدلال بها أن النبي لما انصره من صلاة الغداء وجد رجلين في مؤخرة المسجد فقال لما لم تصلي معنا ألستما مسلمين قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا بل هذا الحديث يرد على من يستدل به قال إذا جئتم فصلوا يعني إذا جئت ولو صليت في مسجد آخر وجئت إلى مسجد آخر ولا زال في صلاة الجماعة فصلي تكن لك نافلة تكن لك نافلة فما يفعله بعض الناس هذا ينبغى أن ينصرفوا عنك تدخل المسجد وتجده في السجدة الأخيرة وفي كذا تظل واقف وتنتظر جماعة أخرى لا شيء يعدل الجماعة الأولى واعلم أخي الحبيب أنك في إدراكك للصلاة أنت في أمرين أول شيء إدراك الجماعة وإدراك أجر الجماعة هذه مسألة إدراك الجماعة وإدراك أجر الجماعة وإدراك الجماعة إنما تدرك الجماعة بركعة والركعة تدرك بالركوع أما إدراك أجر الجماعة ولو جئت إلى الصلاة وإلى المسجد فوجدت الصلاة قد قضيت وقد تأخرت عنها بعذر وليس ذلك من ديدانك كتب لك أجر الجماعة روى أبو داود في سننه وحسنه العلامة الألباني من حديث بهريرة قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أتى أحدكم المسجد فوجد الصلاة قد قضيت كتب له أجر كل من صلى فيها كل من صلى فيها كتب له أجرهم فهنا هذه المسألة في مسألة إدراك الجماعة وإدراك أجر الجماعة فهذه النابتة التي نبتت من بعض الناس يظل واقفا ويشوش حتى على الداخلين إلى المسجد ينبغن يتقي الله عزيزي وينصرف عنها أدخل مع الجماعة ولا شيء يعدل الجماعة الأولى